مساء الخير معاكم ردوة حسن من شركة نيو ستارت انا جاية النهاردة اتكلم معاكم على مشروع في 6 اكتوبر من اميز واهم المشاريع اللي في 6 اكتوبر بس قبل لما نتكلم على التفاصيل ما تنسوش تعملوا لينا لايك وسبسكرايب وتعملوا شير علشان يوصلكوا كل جديد ويلا بينا نبدأ الفيديو طيب النهاردة انا جاية اتكلم معاكم على مشروع في قلب 6 اكتوبر وهو من اهم واميز المشاريع في 6 اكتوبر وهو مشروع أوست لشركة قراسكم طبعا شركة قراسكم هي غنية عن التعريف وهي شركة مملوكة لاشهر العائلات الاقتصادية في مصر وهي عائلة سويرس وبالاخص الرجل الاعمال ساميح سويرس طبعا الشركة زي دي هي شركة غنية عن التعريف لان هي ليها سابقة اعمال قوية جدا سواء خارج مصر او داخل مصر وبالاخص في داخل مصر المدينة الجونة وطبعا مدينة الجونة هي من اميز واهم المشاريع اللي موجودة في البحر الاحمر طبعا هي مدينة كاملة ومتكاملة فيها كل الخدمات اللي هتكون محتاجة مش بس ان انت رايح تقعد في شالية او فيلا هناك تاني حاجة برضو من المشاريع المميزة جدا ليهم هو مشروع مكادي هايتس وعندها طبعا مشروع في الفيوم وفي الساحل ومشروع في 6 اكتوبر اللي احنا جايين نتكلم عليه طبيعي احنا بنتكلم على شركة قراسكم المشاريع بتاعتها اللي هتكون عاملة مدينة الجونة فطبيعي لما هتيجي تنزل بمشروع في 6 اكتوبر هتبقى نازلة بمشروع في كل الخدمات هي برضو هتبقى مدينة شبيهة للجونة بس كمشروع سكني في 6 اكتوبر هيكون في كل الخدمات هو المشروع ده اول حاجة هو على طريق الوحاد احنا يعني احنا لو هنيجي نروح للمشروع احنا هناخد المحور على طول لحد مدان جهينة هناخد مدان جهينة شمال هننزل على وصل التهشور فهو تقاطع مع وصل التهشور وطريق الوحاد هنلاقي الكمباوند كمباوند قوست هو برضو في دهر مدينة الانتاج الاعلامية وقريب طبعا لمول مصر فده باكتصار ازاي نقدر نروح للكمباوند طيب الكمباوند هو معمول على مساحة الف فدان زي ما قلت هو مش بس كمباوند عادي لا هو مدينة متكاملة هيكون فيه كل الخدمات اللي احنا هنكون محتاجينها اول حاجة مساحة الف فدان هو مبني عليه بس 18% والباقي بيكون متوزعين ما بين لندس كيب ووتر فيتشر والخدمات اللي هتكون في الكمباوند من ضمن المميزات اللي موجودة في الكمباوند ان احنا اشتغلنا على تدرج الارض بمعنى ايه ان احنا معملناش ان الارض تكون فلات او حاجة لا احنا شغالين على تدرج الارض فاحنا عندنا هنلاقي الارتفاعات ارضي و3 ادوار ارضي و4 ارضي و5 ادوار فدي حاجة كويسة جدا ومن ضمن الحاجات برضو ان اعلى ارتفاع عندنا هو هيكون على 55 متر فوق سطح الارض وده هيكون شايف الاهرامات فده هيكون فيه طبعا كويس جدا في الكمباوند ومن ضمن الفاسيليتز اللي هو الكمباوند ان احنا هيكون عندنا بركة على مساحة 30 فدان ودي هتلاقي فيها طبعا كل الحاجات اللي هتكون محتاجها زائر ان احنا عندنا منطقة تعليمية ودي هتكون شاملة مدارس انترناشنة سواء مدرسة انجليزية او كندية او المانية زائر ان احنا طبعا هيكون عندنا نادي على مساحة كبيرة جدا داخل المشروع ده هيكون فيه كل الحاجات والنادي ده هيكون نادي او وست اصلا زائر ان احنا هيكون عندنا منطقة خدمية على 70 فدان والمنطقة دي اللي هيدارها هي شركة قراسكم فالنقطة دي حتة ان هي مش هيجي مثلا يبيع المحلات بالعكس هو اللي هيدير المحلات انه هو هيأجرها ودي هتعلي طبعا من ريت الكمباوند ان هيكون فيه كوميونتي عالي من ضمن الخدمات اللي هتكون داخل الكمباوند برضو ان احنا هيكون عندنا اتنين اوتيل وده هيكون 5 ستارد واي كومباوند بيكون جواه اوتيل بيعلي من ريت الكمباوند والفاليو بتاعه فدي حاجة من ضمن الحاجات المميزة جدا ان زي ما قلت ان هو المشروع المشروع على مساحة كبيرة هيكون فيه كل الخدمات دي بريف بسيط عن الخدمات اللي جوه الكمباوند زائد ان احنا اول حاجة دلوقتي عندنا طيب مختلف ما بين الفيلات ما بين الابارتمنت المساحات بتبدأ معينا من اول غرفتين لتلت غرف لاربع غرف طبعا الفيلات بيكون في تاون هاوس وتوين هاوس وستاندا لون فده باقتصار مشروع كومباوند او وست زائد للوقتي البيمنت بلان بتاعتنا هي 10% على 7 سنين دلوقتي احنا وصلنا لنهاية الفيديو لو فيه اي سؤال او محتاجين تتفسيروا عن اي حاجة تقدروا تسويل لنا كومن وبرضو لو حابين ان احنا نتكلم على مشروع معايا تقدروا ان انتوا تقولولنا عليه وانحنا هنطلع نتكلم فيه فيه اي تفاصيل تقدروا ان انتوا تكلموني على الارقام اللي هتظهر على الشاشة كان معاكم ردوة حصل